قال إلهنا واحد وكتابنا واحد مع هذا يزداد انقسامنا وتشضينا فقلت ومن قال هو واحد هذا افتراض صدقناه وآمنا به لكنه مستحيل وإلا أصبح البشر جميعا واحدا الإله الواحد كالمرآة كل مننا يرى فيها نفسه وعلى مقاسه أو أي مقاس يرغب به صحيح أن المرآة واحدة لكننا متعددون ومختلفون شئنا هذا أما بينه أين المشكلة؟ المشكلة تكمن في إنكارنا لهذه الحقيقة وادعاءنا رؤية الصورة الرسمية نفسها التي تشاء حولنا أو التي ولدنا وتمت تغذيتنا بها تحديدا حتى أصبحت لغتنا حين نتحاور مع بعضنا متشابهة شكلا ومختلفة تماما مضمونا أو العكس أي أننا نتداول مفاهما نظن أنها متشابهة ومتماثلة لكن مدولاتها مختلفة مثل كلمة الله النبي محمد القرآن الوحي الآيات وعشرات أو مئات الكلمات الأخرى المعاني مختلفة لكن الألفاغ متشابهة المشكلة الأخطر أين؟ المشكلة هي أو الأخطر مما سبق هي في تحول هذا الإيمان ومن اسمه يفترض أن يكون نشاطا حرا ووليد الحاجة النفسية والشخصية للإنسان هذا الإيمان تحول إلى أداة قمعية أداة قمعية أطلقنا عليها تسمية الدين وما عدنا بعد ذلك نسمح لأحد بأن يرى ربه كما يشاء وهذا هو أصل الإيمان أن ترى ربك كما تشاء لا كما يشاء الآخرين أو كما تمت تغذيتك من خلالهم تغذيتك ذهنيا ودينيا من خلالهم فعدم السماح لأحد بأن يرى ربه أو يؤمن به كما يشاء أو حتى أن يقرأ ويفهم النص الإلهي الذي يقولون أنه إلهيا عليه أن يفهم هذا الناس وفقا لمستوى وعيه وثقافته وحاجته طبعا سيقال أن هذا الفهم غير ممكن بالنسبة للإنسان الذي ليست لديه وسائل الإطلاع والثقافة الكافية وهذه حجة ضعيفة ما دام الكتاب أو النصوص الإلهية نزلت للناس أجمعين فهي بالتالي واضحة وبينة برواية وقول حلاحة قول الدين نفسه قال أنه أنزلناه ما يخص الإسلام أنه أنزلناه قرآنا عربيا مبينا وكلمة عربيا هي أيضا معنى الواضح وليس الجنس العربي المقصود عربيا أعرب عن قوله أعرب عن خشيته يعني أوضح أيضا معنى أنه أنزلناه قرآنا عربيا مبينا فبالتالي هو مبين وأيضا عربيا من معنى الواضح وهي عكس الأعجمي الأعجمي غير المفهوم العربي أو الأعرابي هو من كلمة الأعراب أيضا هو معنى المفهوم أو الشيء الذي يستطيع فهمه أو يستطيع فهمه الجميع بالتالي عندما تحول الإيمان إلى أداة والصوت يصوت به جميع الناس للقادة وقادة القطيع الديني يصوتون به الناس هذه جعل من الإيمان أداة سلطوية قاهرة وتستبد بالإنسان وتنتهك أبسط حقوقه التي ولد على أساسها وفقا للنص الديني نفسه وإلا فما الحاجة لمحاسبة هذا الإنسان لاحقا إلا إذا كانت لديه نوعا من أنواع حرية الإرادة وإن لم تكن هناك حرية الإرادة فلا جدوى من كل شيء هذا الدين وهذا أي مؤتقد لا قيمة له لأنه هناك قدر يحكم الجميع وأنتهى الأمر فبالتالي لا أحد يكون مسؤولا عن أفعاله وعندما نأتي إلى أفعال المؤمنين أو الذين يجب أن يكونوا مؤمنين نحاسبهم على أنهم لم يعودوا مؤمنين فهذه لا تستقيم مع تلك هذه المعضلة جوهريا سببها الكهنة أو رجال الدين الذين يقولون لا كهنوت في الدين خاصة الإسلام لكنها في الحقيقة هي كهنوت مئة بالمئة لأن الناس كلا تذهب تستفتيهم في كل شيء فهؤلاء يصدرون الأحكام حسب وشاة نظرهم وعلى الناس أن ينفذوا ويطيعوا فبالتالي هؤلاء كهنة إن شاءوا أم أبو وأنه ليست معضلة بالكلمة إنما بالفعل فهذه المعضلة هي التي سببها الكهنة وهؤلاء ماذا فعلوا صادروا مبكرا النص الإلهي صادروه وجيروه لصالحهم بعد ذلك فسروا على طريقتهم بل اعتقلوا حتى من أنزله نفسه من أنزله الإله نفسه الذي أنزله اعتقلوه في كتبهم وصوامعهم إلى الأبد وباتوا يفسرونه على هواهم وليس على هوا النص الإلهي نفسه ولا على هوا الرسول الذي وصلنا النص المقدس عبره نحن الآن بصراحة ننتظر إطلاق صراح كتاب أنزل الناس جميعا لكنه سرعان ما وضع خلف جدران جدران عالية جدا ما زالت ترتفع يوما بعد آخر وبنجاح باهر والسبب هو أننا صدقنا ما يقال لنا ومن قبل رجال الدين ولم نجد أحدا يستطيع نقدهم أو توجيه نقد ولو بسيط لهم وهذا يدل على أننا لا نعبد الإله ولا نقتدي برسوله ولا نقتدي بمسيحه ولا نقتدي بأنبيائه بل نقتدي برجال الدين وما يقوله رجال الدين النتيجة النهاية هكذا هو الحال وهذا الذي موجود على الأرض وليس افتراضات وكلام وتهويمات ودعاءات ومشاطرات لغوية ومن يبحث عن المزيد في موضوعة الإيمان المفهوم الإيمان لدي أكثر من حلقة حول مفهوم الإيمان ناقشت فيها بالتفصيل مفهوم الإيمان حسب الفقهاء وخاصة الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم بشكل مفصل شكرا جزيلا وأتمنى أسمع رأيكم مع السلام هذه هي الحلقات التي تحدثت فيها عن الإيمان هذه الحلقة الإيمان أكبر أعداء الدين الإسلام عدو الإيمان أيضا الإيمان هو المشكلة وليس الإلحاد هذا موضوع فكري وليس في مفهوم الإيمان إنما يعتمد على الحلقات السابقة الإيمان الرذيلة والشك فضيلة أيضا هناك أيضا لحظة الإلحاد أم الإيمان الله أم النص هذا أيضا موضوع خاص بالدين هنا أيضا موضوع فكرة جديدة جديدة أو علماء غير مطروقة سابقا ويقول فيها نظرية بأن الإلحاد الإيمان أسهل من الإلحاد بكثير هناك حوار أيضا مع الصديق محمد صالح حول الإيمان وطرحنا في هذا الحوار كل واحد من أدنى وجهة نظره في الإيمان أنا من وجهة نظر دينية فكرية العفو وهو طرح من وجهة نظر دينية أو الدين الموروث وبعد ذلك يخذنا نقاش حول هذا الموضوع فأدعو من المتابعة هذه الحلقات هنا أيضا حضيرة الإيمان أو حضيرة الإجمال اشتركوا في القناة